السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم فراخ بني صحية جدا. وطريقة جميلة جدا ان شاء الله تعجبكم. خليكم معايا الاخر الفيديو. ما تجاروش الفيديو عشان تشوفوا كل التحكات اللي فيه. وعم هعمل كمان معاكم سوس الرانش. احلى من برة بكتير. يعني اللي ما تعملو في البيت بقى طعم احلى من الجهز بكتير. هنا اول حاجة هنحتاج مع بعض هنا نص كيلو من البني بيكون اتقطع تخيم. لازم تقول له كده اتطعولك تخيم. ومعنا البهارات بتاعتنا. معايا طن بودر. ومعايا كاري. ومعايا ملح. وقرفة. وفلفل اسود وبابريكا. وبصل بودر. تمام? هنحط المكونات دي كلها كده على الفراخ. وبعد كده هجيب معايا هنا دبس الرمان. هنحط برضو معلقة كبيرة. وهنحط كمان معلقتين من الصياسوس. او معلقة كبيرة زي ما تحبي. انا بحط كده يعني بس سوى بالتقريب معلقة او معلقتين. ومعايا هنا هنصير لامونتين. ده اللامون ده اساتي برضو عشان اي زفرة موجودة في الفراخ. وهنبتدي بقى نقلب الخليط كله كده مع بعض. لحد ما يتجانس كله في التدبيلة. طبعا كل ما تسيب البنيه في التدبيلة دي كل ما طعمه يبقى احلم كتير. يعني لو جربتي عملتيه في نفس اليوم هتلاقيه طعمه مختلف عنينتي بتخليه باتل تاني يوم فيها. فانا بحب ان انا ابايت البنيه في التدبيلة بتاعته طبعا مش مستعجلة عليه. ببقى عارفة بقى ان طعمه هيطلع في منتهى الجمال يعني. انه ببقى تشرب بقى الصوس بتاعها كله. انا هنا بقى هغطيها وحطها في التلاجة لحد تاني يوم. تمام? في تاني يوم بقى انا هنا عجيت حبيت عمل الصوس الرنش. فلقيت ما فيش عند العطار شبت وبقدونس مجفافين. فانا قلت بقى انا هعملهم في البيت. جبت ربطة شبت وربطة بقدونس وحصلتهم كويس وحصلتهم من شافوا خالص. بعد كده هنا رحطتهم فرطتهم في صنية وحطتهم في فرن درجة حرارة عالية. على اعلى درجة حرارة عندك. تمام بالشكل ده كده. هتحطيهم في الفرن لحد ده ما تلاقيه منشفه. بس لازم تتابعيه معشان ما يتحرقش معاك. شايفين هتلاقوا الربطة صغرت. مش زي الاول لانها طبعا فقدت كل المياه اللي فيها. تمام? وهتبتجي بقى تفركيه كده بأيديكي. كده خلاص هو نشف معاكي. هنفركه بقى وهنمرره كده على مصة عشان خاطر لو فيه اي عيدان من من الخضرة او حاجة كلها تطلع في المصة. عشان نعمل بقى هنا الصوس بتاعنا محتاجين نص كوباية من المايونيز. انا المايونيز ده عملته في البيت وبقى اعملكم فيديو دي. وتاني حاجة هنا عملت هنحط بقى الملح وفلفل اسود وتون بودر وبصل بودر. وعصير لامونة. ومعلقة من الشبك والبقدونس دول اللي احنا عملناهم. حوالي معلقة كده. طبعا المايونيز في البيت بيتعامل من غير بيد. انا مش بعمله ببيت خالص. ان شاء الله اعملكم فيديو بطريقته. وهنا هنحتاج برضو نص كوباية من اللبن. انا استخدمت نص كوباية اللبن كلها عشان نخفز بيها الصوس شوية. فما يدقشتي ايد. تمام كده. بعد كده انا جيت ادقه لقيت ملقيته محتاج بجاسنة عسل. فروح تحطت له معلقة عسل. لقيته يعني عايز يبقى مسكر شوية. انت ده حسب الرغبة. عايزة تحطي عسل حطي. مش عايزة ما تحطيش. كان عندي بقى هنا ازازة قديمة من بتاعة الصوس. طبعا هي نظيفة عندي. فعبيت فيها الصوس ده. وستهتها بقى في التلاجة عشان وقت محتاجه واستخدمه. تاني يوم بقى طبعا كنت جبت البنية. سخنت الجريل. حطيت فيه معلقة سمنة ومعلقة زيت. لازم خليط ما بين الاثنين. عشان بيفرق في الطعم. وبعد كده اول ما بيتشمع معيك البنية كده. انا هنا ما فصلتش الكاميرا خالص. هتلاقيني اول ما تشمع معي من تحت اروح قلبها. شايفين بالشكل ده كده. عشان بس يبقى من جوه جوسي منسوبوش كتير على في الجريل عشان ما ينشفش. هي البنية اصلا مش بياخد وقت. وهتلاقيه من جوه كده طري وجميل. وما فوش القطمة اللي نشفة معاكي هتلاقيه طري. لكن لو ستسيه اكتر من كده هتيجي تقتمية هتلاقيه نجلد. طبعا هنا كنت عاملة مجهزة فحمة على النار. جبت طبق اول طبقه من البصل. باختلها كويس بدل ورق الفويل طبعا مش بحبه في القرد. وحطتها كده في وسط الطبق وحطتها عليها شوية سنة صغيرين. وطفتها وغطتها بالبغطة عشان خاطر تكتم البخار بتاعها بخام بتاعها. طعم البنيه كان حلو قوي مع مع الفحم ده. وكمان الصوص كان طعم وحلو قوي. جربوه لي رأيكم في التعليقات. ترجمة نانسي قنقر